شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز شهد تتشين العام التدريبي الجديد 2023 باللواء الأول لاهتياط وفي حفلة تتشين شهد رئيس الأركان بالمهارات التي يتمتع بها منتسبوا اللواء مؤكدا أن العام 2023 سيكون عاما نصر وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الانقلابية الحوثية المتمردة ونقل رئيس هيئة الأركان العامة للمقاتلين تهانية وتحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي من جانبه أكد قائد اللواء الأول لاحتياط العميد دارس حسن جاهزية تقوات اللواء وأن المقاتلين على درجة عالية من الاستعداد للقيام بواجبهم الوطني حسب توجيهات القيادة السياسية والعسكرية هذا وقد استعرض المقاتلون مهاراتهم من خلال تقديم تمرين تكتيكي قتالي إلى جانب عرض عسكري رمزي من قوات اللواء وبعض مهارات الصاعقة حضرت تشيين رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء روكن خالد الأشول وقائد اللواء الرابع عشر مدرع العميد روكن علي عمار الجائفي وقائد معسكر لاستقبال العميد روكن عبدالله بجاج اشتركوا في القناة